تتمتع مملكة البحرين بمناخ استثماري عد من الأكثر مرونة وانضباطا على مستوى المنطقة الأمر الذي عزز من تنفسية المملكة إقليميا ودوليا حيث تشكل الصناعة المصرفية رافدا مهما من روافد دعم البيئة الاستثمارية في المملكة يحظى القطاع المصرفي باهتمام كبير في مملكة البحرين فيضافة إلى عمقه التاريخي الكبير الذي يعود إلى ما قبل عشرينة القرن الماضي مع بدء تقديم أولى الخدمات المصرفية فإنه يمثل أحد أهم أعمدة استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية دخلت الصناعة المصرفية والمالية في مملكة البحرين مرحلة جديدة من الازدهار والتطوير في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المفدة إذ تحققت طفرة كبيرة في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة على مستوى المؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية استفادت من زخمها صناعة المصرفية بدرجة كبيرة خاصة بعد تأسيس مصرف البحرين المركزي عام 2006 والذي تولى إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسقة لنمو وتطوير الصناعة المصرفية وفقا لأعلى المعايير العالمية مما أكسب مركز البحرين المصرفي والمالي سمعة رصينة أفضت إلى نجاح القطاع المصرفي في خدمة برامج التنمية المستدامة حيث باتت مساهما رئيسا في الناتج المحلي كما أفضت تلك السمعة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وهي إنجازات تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وقد ارتبط نجاح تجربة القطاع المصرفي البحريني بعدد من النجاحات الرائدة فإضافة إلى اقتحام هذا القطاع شتى مجالات التنمية وتوفير خدمات الاعتمان وتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية وتنويع المحافظة الاستثمارية تمكن القطاع أيضا من بناء الخبرات الوطنية المؤهلة وانطلاقا من هذه الريادة المصرفية والتطور الهائل في مجمل الخدمات المصرفية بالبلاد خلال العقدين الأخيرين كانت البحرين من الدول السباقة في تجربة العمل المصرفي الإسلامي علاوة على تقديم الخدمات البنكية الحديثة عبر التقنيات الرقمية واليوم تسير الصناعة المصرفية والمالية بثبات حيث أن البنى التشريعية والمؤسسات المعنية ساعدت بقوة في تمكين هذه الصناعة من المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين على صعيد تنويع مصادر التخلي وخلق الوظائف ذات القيمة المضافة للمواطنين وتمكين المرأة وتعزيز تنافسية وبئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وغيرها من الأهداف ترجمة نانسي قنقر